أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة الأوكرانية تسببت في طراب سلاسل الإمداد مشيرا إلى أن العالم أمام موجات تضخم كبيرة بسبب تلك الأزمة وخلال مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء أكد مدبولي أن البلاد شهدت قفزات سعرية حادة في كل السلع الاستراتيجية بسبب الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن مصر كبقية دول العالم ستتأثر بالأزمة إحنا بقينا قدام موجات تضخمية كبيرة جداً اللي تكلم عليها كل الخبراء العالميين يعني صندوق النقد الدولي اتقال أن النهاردة التأثير كبير جداً حيكون على اقتصاد العالم والأسواء المالية وتدعيات على كل البلدان رئيس البنك الدولي والحقيقة كنا لسه في حديث الأسبوع الماضي معاه كان بيتكلم أن الأزمة اللي موجودة النهاردة حتكون جاءت في وقت سيء جداً للعالم لأن كان التضخم بالفعل آخذ في الارتفاع على مستوى العالم وده زاد الموضوع بصورة حادة جداً بسبب هذه الأزمة النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الأزمة 400 مليار دولار على مستوى العالم النهاردة وابتدت كل المؤسسات بتقول أن التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا الكلام ده ابتدت لهجة تشاؤمية وأن بالعكس الاقتصاديات العالم حتشهد مشاكل كثيرة جداً وابتدت حتى كانت الفكر أن ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي حتبقى مؤقتة ابتدت كل الخبراء بيقولوا أن الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح أنه يزداد ترجمة نانسي قنقر